بكم في النشرة الرياضية ظرفر فريق الحد بلقى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم مستغلا تعثر المحرق بالخسارة بهدفين دون رد أمام المنامة في المواجهة التي جمعت بينهما على استدي مدينة خليفة الرياضية في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر للمسابقة سجل أهداف المنامة كل من محمود عبد الرحمن وعبدالله الدخيل ليبقى المحرق على رصيده السابق بثمان وعشرين نقطة فيما بقى الحد متصدرا للترتيب وبطلا للمرة الأولى في تاريخه لرصيد ستا وثلاثين نقطة من جانبه خطف فريق البساتين فوزا ثمينا أمام الرفاع بهدفين دون رد هدف اللقاء الوحيد جاء عبره شام منصور في الدقيقة الرابعة والسبعين ليقتنص البساتين ثلاث نقاط ثمين أوصلته للنقطة العشرين كما ظل الرفاع عربي عن على سلم الترتيب باثنتين وعشرين نقطة وبعد نتائج مواجهة الجولة السادسة عشر أقال فريق الرفاع مدربه التونسي سمير بن شمام من منصبه بعد خسرته من مبارتين متتليتين هذا وأشار الحساب الرسمي للنادي على تعيين المدرب الوطني أحمد أيسى مدربا للفريق ليتولى مهمة تدريب خلال الجولتين المقبلتين اشتركوا في القناة